اختتم مهرجان جرش فعالياته التي ابتدأت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي تحت شعار ويستمر الوعد وكان رئيس الوزراء الدكتور بشي القصاوني قد أوقد شعلة المهرجان بحضور عدد كبير من المسؤولين الأردنيين ومشاركين يمثلون أربعين دولة عربية وأجنبية وقالت رئيسة اللجنة العليا للمهرجان وزيرة الثقافة هفاء النجار إن شعار هذا العام جاء ليعرب عن معاني الوفاء بالبيعة لحامل أمانة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ليستمر الوعد ويمتد خيط النور من عمان إلى القدس وغزة إذانا باستمرار الحياة وأملا بالغد الأفضل وأكدت النجار على أن الفن لا يمكن إلا أن يكون حاملا لرسالة الجمال والخير ولم يكن يوما من الأيام إلا جزءا من الكبرياء القومي وأساسا من أسس الحضارة عند كل أمة هذا وقد شاركت بمهرجان جرش خمسة وعشرون فرقة تمثل فلكلور وتراث دولها وبفعاليات متنوعة من مسرح وشعر وفن تشكيلي